المشاريع تمكين الاقتصادين للنساء في إطارة الجولة والتشاورية اللقاء التشاورية اللي قمنا بها بجميع جهات المملكة تم توقيع شركات مهمة جدا وتم رصد مبلغ كتر من 250 مليون درهم 250 مليون درهم فيها تولت من طرف وزارة تضام الإدماج الاجتماعي والأسرة والتولت من مجالس الجهات والتولت من الولايات والعملات لمواكبات لتلاف سيدة في كل جهة ومعدل 37 ألف سيدة في جميع جهات المملكة ومطالق البرنامج من الدخلة يعني الدخلة كانت بدأت وكانت فيها 800 مليون درهم وستعناها لتلاف وستعناها أيضا بإمكانيات تدعيم وتعزيز القدرات فهذا فمثلا كان طلب عروض طبعا بطريقة يعني شفافة في هالشفافية واللي متدخم يعني في إطار الشركة مع مجلس الجهة وأيضا تعاول الوطني ووكال التنمية الاجتماعية اللي غا تواكب هاد المواكبات يالإدماج النساء إذا كان طلب عروض وتسجلات فهذا كان بوابة يعني مفتوحة مسطحة مفتوحة سجلت فيها حاليا كتر من ستلاف امرأة البرنامج يهون تلتلاف امرأة فهذا تيبين على نجاح يعني المشروع أو يعني طلب العروض وهذا وهذا حتى بالنسبة لنا مهم جدا لأننا غا تواكبوها تلتلاف امرأة ولكن اللي بغيت أنا مبعد والطموح ديالستراتيجية أننا ما نغفلوش حتى تلتلاف المرأة أو ربعالاف بالعكس غتكون عنا قاعدات بيانات اللي غا تنشغلوا عليها لمواكبات النساء اللي عبروا عن الحاجة للإدماج الاجتماعي والاقتصادي وهذا في إطار تنزيل التزامات للحكومة خاصة الرفع من عدد يعني من النشاط للنساء من عشرين في المئة تلتين في المئة قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا في العشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل اجتماعي اشتركوا في القناة